بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم ونداء عاجل الى شركات التمويل في سوق الفوركس من فضلكم وفروا لنا منصة سيت ريدر قريبا طبعا لا شك ان مايفوندد اف اكس وتي اف تي و اف تي بلاس وهو يعني شركات كثيرة امكن ابرزها هذي الشركات الثلاثة اعلنت انها ستوفر منصة سيت ريد سيت ريدر هي مشكلتها ان هي بتقبل شركات التمويل لكن بتاخد وقت على ما توافق على طلب شركات التمويل عكس دي اكس تريد يعني انا كشركة تمويل انا بخليك في موقف شركة تمويل شركة تمويل بتقدم طلب لسيت ريدر و دي اكس تريدر دي اكس تريد بتوافق على طول على الطلب الخاص بشركة التمويل وبتعطيه من منصة تمام لكن سيت ريدر بتاخد وقت على ما توافق على طلب شركة التمويل هي دي المشكلة اللي بتواجه الشركات التمويل هم عايزين ينتقلوا بسلاسة وبسهولة ما بين متا تريدر فور وفايف الى المنصات الجديدة تمام؟ لازم يوجدوا منص ما ينفعش الشركة تتعطى الوقت كبير لان العميل او المتاجر لن يصق في هذه الشركة وبالتالي هم وجدوا الحل الامثل ان منصة دي اكس تريد دي على طول بتقبل طلبات خلاص ننتقل ولو بصفة مؤقتة تمام؟ وبعد كده يتاح للعميل اللي هو ينتقل لسي تريدر ارجو من الشركات الاصراع من هذه المسألة لان منصة دي اكس تريدر الحقيقة منصة سيئة منصة يعني عايز اقول ولا بتشتغل في الموبايل وعالديسك توب واللاب توب والكلام ده كله يعني عايز اقول لك منصة بطيئة وفيها مشاكل كثيرة للغاية انا واحد من الناس عانيت منها مش عارف يعني اعمل الصفقة الملصة بطيئة فيها حاجة غلط يعني الملصة ليست اطلاقا التطوير المناسب لميتا تريدر فور يعني احنا بنقول ان احنا عايزين نتطور فانا مش هتطور لحاجة اقيمة او حاجة يعني منصة بطيئة للغاية تمام التطوير بيكون للافضل وليس للازول فنرجو من شركات التمويل ان هي توفر لنا منصة سي تريدر سي تريدر سي تريدر الناس جربتها كثيرا وبيشكروا فيها وانا واحد من الناس جربتها منصة ممتازة للغاية تمام؟ ايو بعد التعليقات اه ده طبعا هل في تطبيق على الهاتف المنصة متشتغلش على الهاتف قوي المنصة دي عشان يخسرونا حاولت معها زبالة قوي للأسف ايو دي تعليقات يا جماعة الاصدقاء منصة سيئة كل الناس بتتكلم عن هزي المنصة ايو يعني المنصة سيئة بحسدك حتى على تفكرك طبعا بليه؟ مجنون يعني حبيبي حساب وقف لوحده موصلش الليمت اليوم وتقفل ومش عارف عامل ايه طب قول لي طيب هو حساب ايه وفي شركة ايه وتقفل ايه وبعت لي الصورة بالداشبورد يعني بعت لي حاجة مرحبا يا سيدي انا طيب خلينا بس ايه احنا بنشوف كان مفروض تشرح منصة الهاتف انا والله ما بشتغلش على منصة الهاتف اطلاقا يعني انا من الناس القدامى اللي ما بشتغلش على الهاتف اطلاقا تمام اا فاعذرني ان انا ما بشتغلش على الهاتف اا كيف يتيب تحويل الحساب من متا تريدر فايف الى اا دي اكس تريد لشركة اا ماي فوركس فان طب ومهو ما بيعطولك في الداشبورد بيعطولك البيانات الجديدة تمام اا شو سبب المشكلة انه تعودنا على متا تريدر فايف اا على الموبايل للاسف اا متا كوست هي اعلنت اا مش من شركات التنويه هي متا كوست اللي هي تملك الميتا تريدر فايف اا خلاص قالوا لا مش هنشغلها لشركات التنويه نرجع تاني للتنويه هو الرجاء الحار جدا لشركات التنويه من فضلكم يا جماعة اا اجعلوا الحسابات على سي تريدر اسرعوا من عملية انتقال الحسابات لسي تريدر تمام لان زي ما قلت لك دي اكس تريد منصة سيئة جدا فيها من المشاكل ما يغنينا عن العمل بها تمام فارجو من الاصدقاء ايضا انهم ما يعملوا عقود صغيرة ما يعملوش عقود كبيرة على هذه المنصة لحين الانتقال الى سي تريدر واعتقد ان ايه يعني في حدود شهر مش هتتجاوز شهر ان شاء الله وهنا ننتقل جميعا إلى المنصة الجديدة شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله وكل دعم لكل شركة هتعمل لنا منصة سيتريدر أي شركة هتعمل سيتريدر احنا معاها قلبا وقالبا شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله